السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفة جديدة فيديو جديد دائما كيجمعني معكم كالعادة على قناة وصفات سعيدة ومجنات اليوم ان شاء الله نتقسم معكم واحد الوصفة اللي بسيطة يعني ورخيصة ولديدة هكا يعني في متناول جميع بمكونات كينا في البيت هو واحد الكابكيك او دي ماضلين هكا بساطة يعني وصغر هكا يديهم الوليدات القوتي وكذلك هكا يعني اللي نحنا لمالا فاليوم لاعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش توصلو الاكبر عدم ممكن من الاعجاب او اللايكات وكذلك ابطرطاجي في مواقع التواصل الشي معي مع احبابكم مع صحابكم باشي تعم الفائدة وندوزو على بركاتي الله نديو الوصفة ديال اليوم اللي كنحتاجو لها في البداية يعني واحد تلاتة البيضات يعني هنا بحجم يعني متوسط عاديين دائما يعني البيض من برون خدمو الكيكو لاشي حاجة يكون دائما بدرجة حرارة المطبخ هنا كنديو واحد القريصة ديال الملح على دوك ثلاثة البيضات وكندوز هنا ندير سكر سانيدة يعني هنا هنديرو المقادير والكيفية في آن واحد يعني باش اختصارا للوقت يعني ميدوش الفيديو طويل وهنا غدي نضيفو سكر سانيدة عادي هنا عندي تقريبا ما يعاديل يعني هادي كنعبربها كتتاخد ليه ميات جرام يعني ممكن تعبروك السكر كيبقى على حسب الضوغ ديال كل واحد مال احسن ان انا منحليوهمش لاني انا غدي ندير مازال في شي وحدين هاكو الشوكولا فما تحليوش كيك ديالكم باش يجيزوين وضفت يعني واحد كميات الزيت تقريبا واحد ثمانين ميلي ديال الزيت يعني قل من نصف كأس تقريبا ديال كأس العنبة وضفت نكهات الليكستخي ديال الفاني يعني نكهات الفاني اللي ما عندوش ممكن يعودو بكيس ديال الفاني وضبت هنا يعني يعني يا روت بالنكهة اللي كتبغيره وكمسا مرها كبتخليط بالضرب الكهربائي ممكن تعودوه يعني بالفوي العادي يعني الضرب اليدوي وضفت هنا واحد منعقة سغيرة من الخل الخل الضوغ ديالو انو كيجيني دك هكو الكيك يعني مهوي وطبزوين هنا كنضيف دقيق الابيض يعني الخاص بالحلويات يعني ضفت قيبا واحد ميات جرام وغادي نضيف على واحد كيس من خميرة الحلويات ثمانية جرام وغادي نغربل هذك الدقيق ديالي دائما دقيق ديال الكيك يعني يغربلوه باش كيت هو ليكم وكنضيف هنا الكيمياء المتبقية من دقيق الفورس يعني بالتقريبا يعني كتاخد تهز ليكم واحد مية وخمسين آآ جرام ديال الفورس يعني تقريبا كاس ونصف من كؤوس العنبة يعني هكو من الأحسن ما تقلوش هذي الكيك ديالكم يعني ما تعطيوش تطقيق بزاف يعني الكسافة دياله هاكو هكي يجي خفيف شوية ما تطقيلش بزاف وما وما خفيفش جاري سوفيك نخلطوه هنا بواحد سباتي لتتنسى جملي هذيك المكونات كاملة وكنغطيه هنا بواحد هاكو بلاستيك ردائي وندخلها لتلاجة ما غديش نخبزه حتى نخليه تفتاح ليه تقريبا واحد ساعة حتى لساعة ونصف يعني هذو من بي الأسرار اللي باش ينجح معكم هذ الكاب كيك آآ هنا بعد مرتاح هذيك العجين هكو جبت هذيك المول الخاص بالكيك آآ غندي يعني نعمو ما نعموش حتى يعني تقيبا ما نفوتش واحد جوج ملاعق كبار يعني التلوتين ديال ذاك المول يعني ما نفوتوش هكا باش كي يعني غدي تضوب الحجم ديالها مليك تكون طيب وما تفيدش ليكم تخرج على الكاغت يعني من الأحسن يعني ديو هذي الكمية ما تفوتوهاش وخاك تبليكم قليلة ولكن هذيك الخاميره غدي تخدم وغدي تزيد الضوب الحجم ديالهم يعني هذي هذي القياس ديالهم ما تفوتوش هنا هناك يعني نوعين نعلو الأزوقتوه هكا بحبيبات الشكولات ليكم الاختيار ما بغيتوش تديروه ما تديروش يغي هي هكو كيزا عملو ليدات انهم ياخدوه وهذاك اللي بقى لي الكيمية المتبقي يعني جبتوا واحد سكر ساني دا عادي نكهتوا بواحد كيس ديال فاني وغدي نرشهم هكا عادي من الفوق من السطح كيعطيهم واحد لون لي زوين وحت يعني واحد تحمير اللي زوين من الفوق كيجونا مذهبين هكا كنرش شارك الكيمية كاملة سافو كندخلهم من الفرن يعني يطيبو تقريبا واحد خمستاشر دقيقة في اللول كتجاهدوا الفرن يعني انا ما غنقوش لكم طياب الكيكة كل واحدة كيفاش كتنجح للكيكة دياله في الطياب انا هنا كنديو خمستاشر دقيقة حتى كي طيبليا نشوفهم بذو كيتحمر كنزيدو من الفوق هكا يتحمر لي من الوجه من الفوق سافي ومن بعد ما كنشوف داك الوين هكا جاهم يعني زوينين سافي كنخرجهم من الفرن يعني حلي كي سمعكم واحدة حتى تشوفوها يعني شي شارك برط برط بزاف كدوب في الفم ويعني يقول اكثر من ذلك انه مكونات يعني اللي بسيطة كي نعدنا هكا فضر حلاش للا ما نفرحوش ولداتنا وكذلك احنا هكا نبغير هكا مع قهيوة في العشية او كذلك الضياف للقوتيات اللي دار يديو معاو من المدرسة صحي وزوين يعني كي جيني رائع كيف ما كتشوفو واحسن من ديال هكا المخابيز واللي كيتباع في المحلابات يعني في واحد الوين اللي زوين محمر لابغا تجذبوه باح وبيبات شوكولات ممكن تكتفي وترشو غيب سانيدا يعني كنتمنى ان هذا الفيديو اليوم يكون الاعجابكم ما تنسونيش من الاعجابات ومن التعليق الجميلة والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله